مجزء أنبئة الساعة مرحبا بكم نبدأ من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة الذي أقيم فيه مساء اليوم الجمع عزاء السباق محمد حسن المبارك الذي كان قد توفي الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية ألمن به في مدينة نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الجمع اجتماعا طارئا لمناقشة التصعيد الأخير شمال غرب سوريا عقب مقتل ثلاثة وثلاثين جنديا تركيا إثر قصف جوي سوري وقال تقارير صحفية إن الاجتماع الطارئ يأتي بطلب من عدد من الدول التي أعلنت دعمها لتركيا من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا زعم خالوصي أكار وزير الدفاع التركي أن بلاده قصفت أكثر من مئتي هدف سوري ردا على مقتل ثلاثة وثلاثين من جنودها شمال غرب سوريا تعرض ما يزيد على مئتي هدف سوري لقصف شديد من قبل طائرات طائرات غير مأهولة وقصف من مصادر برية فور الهجوم الشنيع ونتيجة لهذه الضربات تم تحييد خمس مروحيات وثلاث وعشرين دبابة وعشر مركبات مدرعة وثلاثة وعشرين مدفعا مختلفا بينها مدافع هاوتزر وخمس شاحنات ذخيرة ونظامين جويين أحدهما طراز SA-17 والآخر من طراز SA-22 وثلاثة مستودعات ذخيرة ومستودعين للمعدات ومبنى قيادة وثلاثمائة وتسعة جنود سوريين كانت وزارة الدفاع التركية نشرت مقطعا مصورا قالت إنه يظهر ضربات جوية استهدفت مواقع للجيش السوري بمحافظة إدلب ردا على مقتل ثلاثة وثلاثين من جنودها وزعمت وزارة الدفاع التركية أن هذه الضربات الجوية أدت لمقتل أكثر من ثلاثمائة جندي سوري هذا وقال سيرجي لفروف وزير خارجية روسيا عقب لقائه في موسكو جان إس بيرن وزير خارجية لوكسنبورغ إن الجنود الأتراك الذين قتلوا في غارة جوية في سوريا انتهى بهم الأمر وسط تشكيلات عصابات إرهابية وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية من قبل فإن إشعارات التنسيق التي تم تمريرها لم تتضمن مواقع الجنود الأتراك الذين انتهى بهم الأمر وسط تشكيلات عصابات إرهابية وقتلوا الموجز الآن عودة لاستكمال من القاهرة مع زميلة شيرين القشيري كونوا معنا اشتركوا في القناة